تنفرد محافظة المهنة بمساحة واسعة من ثراء العادات والتقاليد والتراث بألوانه المتعددة مسميات مختلفة من منطقة إلى أخرى في المحافظة ذاتها تطلق على هذه التشكيلات لكنها على المستوى العام تحمل في مضامنية هوية خاصة بالإنسان المهرية مع هذا التفرد والثراء يظل الأهالي على مستوى كبير من المسؤولية في الحفاظ على موروثهم جيلا بعد جيلا كما يبدو الأمر واضحا هنا فيما هي هذه الخيمة التراثية التي يطلق عليها العريش هذا العريش استمرت تقريبا في حدود شهرين من البداية أول صلحنا نهاكبت وبعدين صلحنا نهاس وراكلا وبعدين جمنا لأن هذا السعب الصعب طبعا جبناهم بوق المزارع برغم أنها في القريب هنا ماسي موجودا بعد عصار لبان نخيلها كلها راحت وحاولنا نجمع هذه الأسعام من كل مكان حتى صلحناها وجمعناها في هذه الفسرة كلها كامل أيضا العريش ما دخل فيها لا حديث ولا زياج كلها من الشب ومن أيضا الصعب حق النخيل إقومة مثل هذه الخيام حدث متوارث من الآباء والأجداد ومعها اعتاد الأهالي تجديدها من خلال تشييدها من سعف النخيل ومستلزمات أخرى مستخلصة من بيئة المجتمع يتخذ السكان من هذه الخيام مكانا لاستقبال الضيوف والزوار كما يجري فيها تقديم القهوة والأكلات الشعبية إضافة إلى اتخاذ سطح سقفها موضعا لتشفي في التمور خلال موسم الخريف تتكون الخيمة أيضا من مجموعة أدوات مرتفع ويجري فيها تقديم القهوة بالحياة التقديدية التاريخية كأذي الأجزاء المعدة للاستراحة والاسترقاء أثناء الجلوس وتبادل الكلام وهنا يجري عرض هذه المقتنيات الخاصة بمشاغل الزراعة وتفاصيل كثيرة أخرى تحمل طابعا حياة القديمة من أدوات وغيرها أما في هذا الجانب فتأتي أدوات المطبخ المهري القديم بتشكيلاته الزاخرة وسيافها الفريدة التي تفسح عن تاريخ عريق وأصيل لبرنامج يسبوع البلد قناة المهرية وحفظة المهرة